دكتورة أطوان معلوف أهلا وسهلا فيك ما حدا نقدر أخذ دور لبنان تصدقني نص المرض هو نفسي طمننا وضع المستشفات في لبنان هالأيام كيف؟ قوي بتطلع الصرخة معي أنه بدي أمن مع عشيد كمان بركي بتساعدني لنفهم ما بقدر نفهم أنه المريض عم بيدفع كاش هل القطاع الاستشفائي اللي هو بالحروب بيكون الأهم قطاع هل بيقدر يحمل حرب اليوم؟ ونحن مناضلين ومرحة هل بس بالي برا فاسل معه يعني ما ما منستسلم بس صعب نستسلم اي نحن وجبتنا نساعد اللي منقدر نساعده بقد ما فينا بس ما فينا عم نستوى الدولي كله ليش الحكيم إذا موجود بده يعمل العملية من خلال الروبوت؟ الروبوت ولا مرة بحل محلك كإنسان مش ممكن بلقى ضلك وراه الوضع الأمني مأمن بلقى بتاني يوم بيكون كل الدول اللي حوالينا هي عنا كطب أحلى من النفط أكيد متطمن لبكرة ولا بتحط إيدك عقلبك؟ معنا فخور ما تركت أوروبا وجيت لانه فخور بشعب فهور بالناس اللي حواليه دكتور عطوان معلوف أهلا وسهلا فيك أهلا فيك صاحب ومدير مستشفى المشرق طمننا وضع المستشفيات بلبنان هالأيام كيف؟ وضع المستشفيات يعني طلعنا من كريزة كبيرة يعني قوية وطبعا الكل كان عم بي ناضل فيه ناس ما قدروا كفه يعني كان مزعجي وفيه ناس قدروا بمساعدات من برة جامعية ويمكن مستشفيات الخاصة اللي مثلي اللي ما فيه من يساعدها الحمد لله قدرنا نقطع المرحلة هذي بآخر فترة المواطن صار يحس بهجرة الأطبة يعني في كتير أطبة تركوا لبنان هل هذا شي بعد وماشي هل عم بيصير فيه هجرة عكسية عم بيرجوا على لبنان؟ معك حق يعني طبعا ما فينا نلوم اللي راح بوقتها يمكن راح بالأمل وبعد المشاكل والكريزة القوية وخصوصا العملة يعني بس شيف شو في برة هلأ عم بيرجع عم بيرجعوا على لبنان؟ عم بيرجعوا اي اكيد لأنه أنا كنت برة وبعرف شو في برة أنا كنت بأوروبا يعني وميما بيتمنى يكون ببيريز بس لقيت أنه هلأ يمكن هذا تفكيري الخاص بس لأيت أنه هون أحسن هون أحسن ماديا ولا اجتماعيا أحسن كيف؟ لا اجتماعيا مديا كنا منح بفترة صحيح قبل ما يصير هالأزمة الاقتصادية بس هلأ عم نرجع شوية شوية يعني أشاطنا كتير متما أشاطي طلب العالم الله يساعدون يعني في ناس أنه جمعين جنع حياتهم وراحوا طبعا هون نطرين الحلة ما بعرف كيف تيجي الحلة بس بنحكي عن مستوينا نحنا أنه قدرنا نمشي حالنا طبعا بقدر أقول لك أنه كل الإمكانيات الرزارف يعني اللي كانت موجودة إن كان كشركة وإن كان كخاص كلهم راحوا حطيناه هنا يعني لحتى أن نظل هالمستشفى واقفة عجرية وماشي ونشكر الله بقدر بقول أنه قدرت بواجبة تجاه المجتمع تجاه لبنان اللي بحبه اللي تركت كل العالم ما قاعد فيه أنه قدر تحكم كل الناس والباب كان مفتوح للكل من كل جهات الضامنة يعني أول ون الجيش اللي بعتبروا أنه هيدا أساس الوطن يعني مشيت معهم في ناس يمكن بالأول في مستشفيات ما كانت مقتنعة أنه ما في دفع ما في أكيد فيه كان خسارة بالأول بس هاي الخسارة المادية مشي قدام من الربح المعنوي بس موضوع قصة الضمان والدولة ومنعرف نحن فيه أزمة كبيرة بالدولة كيف تتعامل مع هالموضوع يعني اليوم العسكري الأمن الداخري الجماريك كل الجهات الرسمية كيف عم تتعاملوا مع هالموضوع أنا فتح لهم البيب هذه بكل صراحة يعني هلأ هني يعني شو إمكانياتهم بيقدر يعملوا عم نحمل بعضنا بيقال لي اليوم معنا هاو أخد ناخدهم قوي بتطلع الصرخة معي أنه بدأ أمن مع عشاد كمان صحي بيقال لهم مش زابطة بيشوفوا كيف بيساعدوا هيك عم نقال ليه يعني أنه ما فيه ريتم معين أو نظام معين لحتى كيف ما بيجوا مصاري بيساعدوا خصوصا بالطبابة لأن الطبابة أهم شيء قبل كل الأشياء للمواطن طبعا طب دكتور كل عمره اللبناني بيحط الطبابة مثل ما كنت عم بتقول أولوية يعني التعليم والطباب كتير بيهتم صحته اللبناني بيعمل فحوصاته وبينتبه دائما برم على أفضل مستشفى أفضل طبيب كرمية اللي عالش حاله هل بعده اللبنان عم بيتعاطب هالموضوع بنفس الطريقة مثل قبل يعني أصدك أنه عم بيقدر يتحكم المريض يعني بعده عم بيعتني بصحته مثل قبل عم بيعتني ايه في مرأة فترة لا بطل يعتني يعني يعتني برضو أنه ينطر ليصير على الآخر ونشوفهم بالطوارئ يعني واصل حرام يعني أنه على الآخر أنه بصير بك تعمل إشياء كتير لا ترجع تصلح الأمور كانت صعبة كتير هالفترة يعني أول الأزمة يمكن مع الأزمة يعني اللبناني بيتأقلم بسهولة يعني وهيدي قويته أنه بالمصاعي بتلاقيه بالأول بتفاجأ بس بعدين بيرجع بنظم حاله على يمكن مثلا هالمغتربين صاروا يساعدوا أنه إلا ما يكون عنده خي أو أخت أو بي أو أحدا برا يبعث له شيء منصويل بشهري لا يساعدوا ركض بهالمصريات ها ولا يروح يعمل فيهون تأمين بهالتأمين صلحت شوية الأمور بلشت تدريجيا كانوا يدفعوا لنا الدولار ألف وخمسمية بعدين صار لولار بعدين دولار صغير يعني هيك تطورنا هلأ طبعا نحنا شركات تأمين ما عم تدفع الإيمي يلي كانت تدفعها بالألفين وتساطعش ما عم تدفع هاي زي لا طب ما ناس عم تدفع دولار فرش بيقولولك على الحقيقة ما عم بفهمها المشكلة يعني أنه خصوصا أنه انه عندهم ري انشورنس يعني أنه عنهم تأمين بركي بتساعدني لنفهم ما ما بقدر أنه المريض عم بيدفع كاش وعم بيدفع وعم بيدفع للحكمة وللنقيبة الأطباء وللدكتور بخاش يلي قاموا بهالحملة أنه نحنا بدنا حقنا عطوهم حقهم المستشفيات الخاصة ما عملتك يعني مهما وقفت أنه ما بدنا بعدنا مشين معهم بس بعد ما وصلوا يعني هلأ تقريبا ستين بالمية من قيمة لالفين وتساعتاش عم بيعطونا أيهم بس ستين بالمية وهذا الشي عم بيأثر عليكم أكيد طبيعي لأنه بتعرف حضرتك أنه اليوم الشارج كتير قوي يعني بتدفع مزود وتدفع معاشات والمعاشات كمان يعني كمان هوا عندهم عيال يعني ما فيك تخليهم بالمستوى اللي كنا قبل على الالف وخمسمائة ليرة مش واردة ما بيقدر عيش عائلته هون بقدر قول مستشفى المشرق يعني عيشين كعائلة وشرحت لهم الوضع وقلت لهم أنا الوحيد المعيل بهالموضوع وأنا البي يلي عم بيربي هالعيلة بدكن تساعدوني طلع تدريجيان وهيك صار صرت طلع تدريجيان زد لهم شوية شوية هلأ الحمد لله هن مرتاحين بس تخليهم مرتاحين يجب يكون في إنكم وبتلاقي أنه في عندهم تأخير يعني حتى على تأخير الدولة يمكن عندها مشاكلها بالتأمين المال أو بالروتين الإداري بس أنا ما بفهم مثلا الأسيرانسيات ليش يتأخروا ستة وسبعة شهر ليدفعوا لك تقتل فنهم ما بردوا عليك يعني مش كلهم سوري لازم يكون بس أنه بعض طبعا نحكي بأزمات وبأزمات دايما صحيح وهلأ في حديث عن حرب نعم في حال لا سمح الله الحرب الشاملة وقعت هل قطاع الاستشفائي اللي هو بالحروب بيكون الأهم قطاع هل بيقدر يحمل حرب اليوم نحن حملنا كتير كمستشفيات يعني وعطول كنا بالمستوى المطلوب وأمنا وعم بيحكي بكل المستشفيات يعني بعطي اكزامبل 2006 إنه كلنا حملنا وتحملنا وأطعد بس هلأ إذا بتكون شاملة وبدو يتجي الأملة على ظهر المستشفى سوري يعني أكيد لا وقدين الوقت اللي ممكن نضاين فيه أنا بيقول لك نحن محضرين عوقت معين بس إذا بدأت طول كتير وقت معين يعني عم نحكي شهر شهر محضرين لشهر بس أنا بتقول لي أكتر من شهر بيقول لك لا لحنفرط وأنا أول علنا ما بتحمله ما بتحمله لا كله مجهود شخصي أنا ما يجيني حدا يعطيني إعاني أو مساعدة لأنه مستشفى خاص ما بلبنان ما هي 8% مستشفى خاصة صح جامعة بالعالم يعني أنا ويهون توقمي يعني بيعتبروا إنه مستشفى المشرق هو ذاته بالمستشفى موبلية أو جامعة موبلية يعني بيجوا الحكم ومنشوف دايما بغير مستشفيات حتى منشوف دايما هذي التوقم نسمع أسام مستشفيات أو جامعات غربية فرنسية بريطانية أمريكية بتشتغل مع المستشفيات اللبنانية هذا الشي بأول قطعة أكتر كيف نقدر نحن منقدر نكافي وكيف وقفين على إجرينا عم بيساعدونا كثير خيرون يعني أنا عم بقول قدرت أخذ مساعدة علمية بس مش مادية طب دكتور لسنين كثير كثير طويلة كان لبنان هو المقصد الأول بالمنطقة منطقة شراء الأوسط تنسميها السياحة الطبية لبنان اليوم خسر مركزه هل في حدا سرق مننا هذا المركز ولا بعدنا بالطليعة لا بعدنا ما حدا نقدر أخذ دور لبنان تصدقني مع كل اللي مرأنا مع كل اللي مرأ يعني سبحان الله ممكن أنه هلأ يكون خاف بس ما حدا لا هيخذ دوره والخوف هو إذا رأيت الأجواء وما بقى فيه أجواء حرب أنه لبنان يرجع بأربعة وعشرين ساعة بيهب يعني هذا اللبناني هذا اللبناني في ناس بيخافوا من هذا الشيء بيغاروا أكيد بيجربوا يضرون بهذا الموضوع يمكن طب كان العراق كان الإمارات القطر السعودي كانوا كلهم يجوا يتحكموا بلبنان وبعدهم بعدك عم تشوف ناس عرب عم بيجوا يتحكموا بلبنان اللي سميتهم العراق أكيد السوري كمان مين اللي بيقدر يجع على لبنان ودول الخليج خفت مش ممنوع يجو ممنوع من الدولة أنه يجو طوال لك ينوا يتحكموا بلبنان أكيد أنا عاق اتصال دايم لأنه نحن كمان غير المستشفى مركز الإركاد الإركاد هو معهد تعليمي للأطبة اللي هن اختصاصيين عكل شي تكنولوجيا جديدة إن كان بالروبوتيك أو بالنسموها مني انفازف يعني بالنضور مني انفازف يعني مش عملية جراحية كبيرة يعني يعني نضور 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 ممكن يكون نضور من البطن ممكن ونضور نتم يعني مثلا نحن وقتصرنا مراكز تعليمية معروفة هي تمانية بالعالم الأساس هي فرنسا المركز التاني بطيوان أنا كنت التالت لبنان للشار الأوسط معنا الولايات المتحدة معنا أمريكا اللاتينية الصين الهند أفريقيا يعني بس نفهم أكتر يعني مع كل شي ما رأنا فيه وكل الوجع والأزمات لبنان اليوم هو من بين تماني مراكز بالعالم تنسميها الطب عن بعد طبعا يعني هي إذا فيه طبيب موجود بغير دولة بيقدر يعمل عملية جراحية أو نظور من خلال تقنيات معينة لمريض في لبنان طبعا طبعا وهلأ نحنا كان اجتماعنا الكمة للتماني المراكز بالعالم أخذوا قرار أول شي أنه لازم يكون هالروبوت لكل العالم وتاني شي لحيصير الكوميونيكيشيون والترانسميشيون بين بعضنا لأنه فات معنا الأمريكاني ومع الشركة الأمريكانية لحيصير الاتصال هو بسط الساتليت أوكي يعني أكيد الساتليت ما بقى في مشكلة بالترانسميشيون صار بيقدر الطبيب وينما يكون باليابان هو الطبيب باليابان ويعني عمل العملية عنا بس بدي يكون عندي روبوت أنا عندي روبوت لن نعلم ولن نشتغل عليه طبعا يعني اليوم مش بس يعني الطبيب بيخلص طبعا بيعمل اختصاص ومن بعض الاختصاص بيفوت على إركاد بيتعلم تقنية الروبوتكس والميني انفيزف اللي حكيت حضرتك عنه صح وحتى الطبيب اللي عم يتعلم بالدول العربية بده يجي على لبنان تهيتعلم هاي التقنية اذا بده يستقرب طبعا هو بيقدر يكون اونلاين هلأ بيقدر يفوت على الجوجل وبيفوت اونلاين اسمه إركاد إركاد يونيفرسيتي وفي ويبسايت لايلا بيقدر بس طبعا بده يدفع يعني هلأ نحنا نقدر نعمل له هالشي مش فيرتوال لا وجوديا يعني في شي في سيمولاتور عنا بتعلم على السيمولاتور بتعلم على الحيوان برجع فينا نعلم على الإنسان على الروبوتيك أو من انفيزيف طبعا دكتور الطب من خلال الروبوت وعن بعد قداش دقيق قداش ناس فيها توصق بهذا الشي هلأ إذا صرنا ترانسميشون ساتليت لازم يكون ثقة كاملة لأنا ما حدا بيسترجي يعمل هالإشي هايدي إذا ما يكون أكيد منها وبكل الأحوال هلأ حاليا نحن عم نعمل عمليات على الروبوت الجراح هو مش فوق المريض جراح هو حده في هالكاب هو يلي بينقل هالأوردر لل الروبوت لحتى ينفز طب ليش الحكيم إذا موجود بده يعمل العملية من خلال الروبوت بيعمل لأنه بكتشوف شو ميزات الروبوت ميزات كتير عالة يعني أول شي هو الطبيب مرتاح قاعد عنده كونسول قدامه بدل ما يقشع بالعين المجردة عم بيقشع خمستعشر مرة أكتر يعني مكبر طبعا بيقدر يروح بدقة على المطرح البدوية وطبعا عندما يستعمل إيد روبوت مش متل إيد الإنسان يعني إيد الروبوت بتبرم 360 درجة إيد الإنسان تعرف أن هي محكومة ما فيها تمرم 360 درجة بيقدر يروح لأماكن صعبة ما بيقدر إيد الإنسان توصل فيها يعني حتى إذا الطبيب موجود حتى إذا دكتور معلوف موجود بغرفة العمليات وجود روبوت حده بيساعده أكتر بتنفيذ العملية ذاته أكيد أكيد وخصوصا أنه ما فتحت له البطن وإذا ما فتحت البطن يعني صار المتابعة من بعد العملية ما هي شي يعني مثلا نحكي عملية بروستات عملية بروستات مش كل البروستات يعني منحكي بيشيل ضخم مثل الكنسير بروستات الكنسير بروستات تعمله إنه إذا فتحت أو عملت نظور ممكن إنه ما تقشع العصب اللي واصل للانتصاب عند الإنسان طيب إذا ما شفته تقشع منه راحت حياته ونحن حيات المريض حيات المريض الجنسية انتزعت بعمر 40-50 سنة يعني هاي الكنسير عم نشوفه بيصرنا بعمر أقل من اللي نحن نعرفه من زمان ليش ما بعرف يعني أكيد بس إنه حرام الإنسان يضيع هيك إشاء بالروبوت إذا عم تعمل العملية بتشوف هالعصب 15 مرة مكبر بتقشعه منيح بتلظيف حواليه ما ما بتدقره يعني يعني عم تقول النتيجة أفضل أكيد مش أحسن بكتير وتاني يوم بفل على البات كانوا مش عامل عملية إذا بكتحكي زيدي اللي هي ماشي ساعة وبتفل يعني حاليا الدول الكبيرة يعني الأمريكا هي 80% كلها روبوت ما بقى يستعملوا الطرق العادية وحتى الروبوت بالنسبة لقلون وهذا كان آخر اجتماع اللي عملنا الكمة أنو الروبوت ماشي وهلأ بدون يساعدوني للمنطقة حتى نعلى شوية ويصير الروبوت لكل الناس لأنو صرنا بنحكي بالذكاء الاصطناعي بدنا وصلنا على AI بس اليوم إذا طبيب جراح بدو يتخصص بإيركاد ياخد الكورس تا يعمل بالروبوت قدي قدي الكورس يعني قدي بدو وقت هو شطارته مثل فيت على المدرسة بدك تشوف قدي النفو طبعه بتقول أنت هيدا يمكن بفوت بالديزيام هيداك بيفوت بالنوفيام هيداك فوت بالبروفي هيداك صار لا بكالوريا بتفوت جاي مع عندهم كل واحد تعطي عقد ما هو مهيئ بالاختصاص طبعه بالتمرين طبعه أنت بتزد له التمرين حتى يصير يدر يشتغل على الروبوت حاليا يعني من اللي عم بشعر فيه بلبنان أنه نحنا ما قلت حضرتك أنه في نقص بالأطباء طيب تلفين لطبيب موجود بفرنسا مش ما بدي أقول بأميركا قل له طيب هلأ أنت باختصاص لك شرف تعال عنه بللك في عندك روبوت أنا ما بعرف يشتغل غير روبوت هاي مهمة مش هايك بدنا نكون مهيئين لأنه بره صاروا مهيئين مثل ما قلت لك أنه مهيئين أنه صار روبوت عادي عندهم نحنا الروبوت عنا أنه شيء مهم كتير ويراطيف الحقيقة هو مهم بس مشكلته المادية شوية أغلى من العادي يعني العملية مع روبوت تصير كلفتها أعلى كلفتها أعلى أعلى بقديش خمسين بالمئة أو اي شيء خمسين بالمئة تقريبا يعني هلأ بعض الشركات تأمين صار تدفع كليا أنصر موجود على شركة فينا نحطه على السيرانس يعني فيك تحط على السيرانس وهلأ إذا أنه صار وعرفانين السيرانس أنه صار مهم إذا حضرتك مواطن وجرائها على التأمين قلو أنا بدي عملية روبوت بيزد لك يمكن عشرين ثلاثين خمسين دولار يعني ماشي بس بعدك دكتور كلمة تقول روبوت بنقز يعني هل هذا الشيء رح يصير طبيعي أكتر كلمة روبوت يعني إجباري إجباري ما تأخذني أنا ما أعرف أستعمل التليفون كله يعني ما بفوت إنستجرام وكلهن بساعدوني عليهم طيب بس أنا مشبور وهذا التطور هيك إنه وبعدين بتطب إنه بتلاقيش في طريقة أسهل إنه ما بتستعملها ما لك حق ما تستعمل لأنه هاي دي مش لأ لك للمريض بتسهله حياته وبتسهل حياتك كجر بس دايما نحنا منخاف دايما بس تفوت المشين على الحياة يعني منلاقي المشين فاتت على الصناعة فاتت على كتير مجالات بس تفوت المشين على الطب منصير نخاف أكتر نقول إنه عم تاخد دورنا هل رح تاخد دورنا تماما عم تقول بتاخد دورنا لأ بتخفف من دورنا لتعطينا الأحسن هاي مهمة يعني بالمعمل أوكي كنت شوف بعض الدول مثلا ما بدي سميهم دول أي بعدها ما تكلاع على اليد العاملة بتفوت بتلاقي أنا شفتهم خصوصا بآسيا يعني بتلاقي هونغار طويل عريض كله ناس قاعدين شعب عم بيشتغل لأشياء صغيرة تقدر تخفف منه هون بالبلدين اللي اليد العاملة هي صعبة طبعا أنت بحاجة لما كانت تعملون بدل الإنسان هاي بكون ساعة حالك بدولة هي قادرة على هالموضوع هيدا إنه ليش لأ بتتساعد الروبوت ولا مرة بحل محلك كإنسان مش ممكن بدل قدلك وراه وهو بده بكتؤمره لا يمشي طبعا بال بتقل بنابلك بالذكاء الاصطناعي إنه بكل شي إنه صار بيعطيك المعلومات هلأ يا بتقبلها يا ما بتقبلها طب الأي آي فات على العالم الطب أكيد وهلأ فيت على الحكينا بآلة جديدة بهال الاجتماع الماضي روبوت بس بيشتغل على الالترا ساوند يعني الايكوغرافية أو اللي بنستعملها الايكوغرافية للحبالة يعني اللي هو اختصاصي إنه بنعمل الايكو لنشوف البيبي على الايكو بقدر يشوف لك كل شي بيبطنك الروبوت ما بتعمل شي أنت كالطبيب بتحط المكانة هي بتشوف كل شي بطلع لك الربور بتقل لك هاي هي القصة بس الاي كيف عم بيفوت يعني وقدي فينا نوثق فيه لأنه عم بياخدوا داتا رهيبة يعني مليارات المعلومات عم بيفوتوها يعني نتيج مثلا عملتلك صورة ل الامر اي وعملت لشخص تاني ولشخص تالي بياخد هالجوابات وبعطيون الداتا عم بيجامعوا كل هالداتا بالعالم بتلعندهم مليارات بيطبقوهم عبعضون بيلاقوا وأنه الفرق بسيط صار حيالله دناع عم تعطيني إياها موجودة بالداتا بيعطيك در الجواب بس كمان ما فيك توسق فيه مية بالمية أكيد بيضل في طبيب هو عم بيراء بيضل طبيب يعني سوري أنا حنطلق من المدسين الباز طبعا أنه الباز طبعا المدسين شو هي أنه نص تقريبا نص المرض هو نفسي وبعدين أرجاني تبادل النفس وين بيروح ميم منهم ميم منش اللي هي الآلة لا بدكون فيه أخذ وعطى لتفهم هالإنسان شو عم يعمل وشو بيساوي ولو عبات دوسياء طويل عريض مش متل الإنسان وجهك بوجه وعم تحكي يعني دايما الطبيب وجوده مهم أكيد وتعاطيه مهم مع المريض ما أصلا في علاقة المريض والطبيب هي اللي بتنص العلاج هذا اللي عب أكيد لأنه اليوم أغلب الأطباء عفوا على التعبير اللي عندهم ضمير بيقلك أنه أنت سترسي عندك سترس روء في ناس بتستغل المريض هذا لا مهرب منه بكل الإختصاصات في ضوابط مع الضوابط للحكيم أنه يجمد بخاف نحن معنا ضوابط للأسف الروبوتكس مثير كتير الموضوع هل بواسط الروبوتكس أو هايدي الإيلي بنقدر نعمل عمليات معقدة أكتر يعني بنحكي بعملية قلب عملية بالدماغ أكيد أكيد الإيلي وجدت مثلا في بعض العمليات بعد ما تطور الروبوت عليها مثلا جربوا للقلب بعد ما تحصلوا بسلح يرجع تثبط معهم بطريقة تانية بدلا ما يستعملوا الروبوت مثلا صار بحط لك بعالج الفالف بتميل يعني بالعمليات تميل مهما ما عمل العملية بس عمل تميل صار بقدر يعمل لك عمليات على القلب يعني بين الاشياء اللي هي منسميها ميني انفازف يعني تميل وهالاشياء خففوا كتير عمليات للقلب مثلا هون الروبوت ما تطور كتير وقفوا بس مثلا بتقلي للراواية لك الروبوت بفوت بيشتغير بنقطتين بس من الهون بيعمل لك العملية وبيطلع بس مين ما هو انت فوق كطبيب طبعا طب دكتور بتتخيل بعد كم سنة لقدام امرأة حامل بتفوت على كلينيك ما في حدا ما في حكيم ما في نارس بيقدر الروبوت هو يخلف انا بعتقد لا بس هذا الموضوع ولا ممكن هادي شي الطبيعة انه بيبي ولا ممكن هلا انا ما بتصور بعد بعد مئة سنة شو بيصير بس اليوم لا الولادة ونشكر الله لانه انا طبيب نسائي بالاساس انه بعد موجود الطبيب وانا موجود ضرورة ومتل ما قلنا انه بضل في العلاقة الانسانية كمان بين الطبيب والمريض وهون المرأة الحامل عندها دور كبير يعني له دور كبير الحكيم بالعلاقة مع السقه السقه كتير مهمة ما رح تسلم حالة لمن مكان اذا ما في سقه هاي بتجي السقه بالمعاملة بين الطبيب والمريض كتير مهمة العلاقة بين الطبيب والمريض ومطل ما عم تقول من هون لمئة سنة ما بنعرف شو رح يصير فينا بس دايما بيخوف الآية لما تفوت وزكاء اصطناعي ومعلومات عم تتجمع قدى بتصير علاقة آلة ومريض هيدا اللي هلأ عم بقلك ايه وطبعا انه انا كمان مثلك بقول شو بده يصير يعني بس مشبور انا امنهم انه التطور ماشي بكتلحق التطور بكتمشي معه انه اليوم برا نحن ملاقي الروبوت انه شي قصة كبيرة تب هنه مشين عادي بالروبوت كل العملية تم العمل هيك بس برا عم نحكي بالذكاء الاصطناعي عن الروبوت نحن مأخرين شوي بس نغرب نرجع يعني بس لانه الوضع ما بيسمح بس الوضع الامني مأمن بتاني يوم بيكون كل الدول حوالينا هي عنا طب قدام مهمة هاي النقطة اللي عم بتحكي حضرتك في اليوم انه قداش نحن بس امن لنا شوية رواء شوية استقرار بنرجع نقب على كل يعني بكل المجالات مش بالسياحة وبالمطاعم والفنادق يعني حتى بالطب نحن قدرين نعمل مهرجينات طبعا وهي سياحة مهمة يعني هلأ نحن مسائبة لانه اخواننا بالعراق بيجول عنا ومرتحين طب انه اكيد الطب عنده نعرفين انه مش مخربط شوية عنده نساء فينا بيجول عنا انه مش انه خصوص المشرق لا عكل المستشفيات انه وبتحكم وبينبص انه جايين شو سر هاللبنان ليه الشاطر الشاطر هيدا لو بترجع على الفناء يمكن شو بعرفني بس بس هو شاطر يعني وين ما راح شاطر يعني معلش انا هي خبرية ما بنسيها مش خبرية بس انه قصة حقيقية صارت كتير اثرت فيه يعني كنت في طبيب هلأ بيعرف حاله هو طبيب وينه كان هو مع ماتسانسون فرانتيار يعني انه الطباء بلا حدود بلا حدود راح من فرنسا اخدو على دولة افريقنية بالادغيل وطلق طبعا بهالتيارة المروحية وهالاشياء ليغطوا ما كان شي يقدر يغط لانه الولاد و اوكي استقبلون وبلش هاك وقالون الليلة في عشا عشا رفكون عملون قاعد وهاك وقاعد طبعا اول صف وناطفيك هي كرسي حده فاضي صاري يسأل مين بدو يجي مين بدو يجي اكيد رئيس الابي اللي رئيس ولا جاي شخص لبس مودان وشابو والعصاية بتعرف اللي بيحملها ومرفقين اكتار وهيك اجا قاعد حده وحط العصاية بتطلع فيها قالوا من وين الزلم تلع من بأدغى الأفريق بأدغى الأفريق سألوا قالوا يا عمي شا عم تعمل هون قالوا ما عم بيطلع شي شغل من هون اللي ما يمرق في أنا هدا من قيمة هونيك هدا اللبناني انو بكتقول اللبناني بغير بلدان أفريق هو موجود وينما كان أنا اللي شفته بالجوادلوب راحت بتمرق بالسوق الأساسية بتسلم على المال تان على اللبنانية وين بدك عم بيحكي أدغال كيف بالدول البقية عم بيطلع ورؤسة جمهورية بيكونوا عندهم أنا بيقول لك بفرنسا حاليا بمجال الطب أغلوية المستشفيات بفرنسا هو في مسؤول لبناني مسؤول مش بس طبيب مش بس طبيب طبيب مسؤول يعني ما بدي أحكي عن أمريكا لأنه ما بعرف الطب بأمريكا بس أنه الطب بفرنسا هيك دكتور بالمشهد الجايب عندك خوف على القطاع الاستشفائي بلبنان لا لا في سئة أنه يكمل مثل ما هو خليني أحكي بإسم الكل يعني مع أنه ما ألي حق بس وقت بحكي عن حالي بحكي عنه ونحن مناضلين ومرحة ما عم بس بالي برا فسي المع يعني ما 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 منستسلم صعب نستسلم ما منستسلم مثل كل لبنان ما بيستسلم بأخلاقي بلبنان هالأيام أوه كتير 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 يعني ونحن لما عم نشتغل بوجدانية يعني في ناس حبوا المادة هربوا لأسباب ما بدي أقول لاش يعني يمكن عائلته يمكن تطلب هيك بس في كتير هكما بقيوا هني عم بيناضلوا عم بتحملوا كل هالمصاعب عم بتحملوا الناس عزباتها وقلت المديات معن حتى وبعد هلأ عم بتحملوا هالوضاع وقابلين بس نطرين كمان الفرج انو مبسوطين هيك لا مش مبسوطين انو ما في رياحة مدية طبعا الدولة ما فينا احكي عنا بس يعني تعباني ما فيك تلوما بها الفترة ما هيك انو هاي مفروض يكون في دولة لتساعد شعب كامل نحن وجباتنا نساعد اللي منقدر نساعده بقد ما فينا بس ما فينا عم نستوى الدولة طب قابلت بعض الاطباء سافروا ما رح نقول عقايا دول معدد دول مكانة عربية او اجنبية رجعوا رجعوا بيرادة ونرجعوا على لبنان وقالوا انو لبنان مع كل شي بيضل احسن من انو نسافر نعيش برا اكيد اكيد من معون حق لانو اخر شي الماديات لحالها هي مشكل شي يعني وبعدين وقت بتكون الطب هو رسالة وتأمن خصوصا بالطب انو تكون حد خيك الانسان بالمصاعب مش تهرب يعني بتكون حده وتساعده هيدا نحنا وقت اللي منحلف لحتى نكون حد الانسان هيدا هي هاي الانسانية هاي الرسالة بعد في ناس بقد الحلفان يمكن تعرف الانسان بيضعف بالحياة يعني في منهم بيضعفوا في منهم لا بقولوا لا نحن بدنا نعمل رسالتنا وبدنا نكفي بدنا نقول انا ماشي برسالتي وماشي الحال وما بتعرف كيف الامور بتزبط بس اللي ماشي بضمير وبمحبة بتلاقي انو الله عم بيهونا انا بتقلي بتكرع الله ايه انا بتكرع الله طب دكتور شاطرين اوايا منعرف معلمين وعننا كتير قدرات ان كانت اخلاقية ولا مهنية وما بدنا نقع الدولة لانو كلنا عارفين انو الدولة اصلا يويلة عالدولة طب نحن شو نقصنا هلأ طب عن جد نكون عم نخطي الخطوة التانية تنكون هيك امين امين بس هيدا الهاجس الوحيد بس امين ما بدنا غير شي وبرضون انا شخصيا بقول انو ليش بدنا البيترول من يعيز البيترول نعيشين بلا البيترول قبل وكنا بأحسن حالتنا هيدا اللبناني عم بيحكي عن بتقول ليش بدنا البيترول لا شو بدنا البيترول وجعلنا راسنا خلينا نعيش مثل ما كنا قبل كنا مبسوطين انا عشت هالفترة ما كنا نعرف البيترول بس كنا مبسوطين قبل الحرب صار فيه ازمية وصار التهلية بس انو شو مطلوب من الانسان انو لازم يكون انو تاخد يكون عندك تيارة خاصة لتكون مبسوط ليه انا بفضل الله اطلع وفيه سيكوريتي و السيكوريتي مع غيري بطلع انا وغيري واحسن يعني تعتبر القطاع الطب بير نفط باردون بالقطاع الطب بلبنان بير نفط ايه ايه كطب ايه احلى من نفط اكيد احلى من نفط صدقني وكون عم تعمل رسالتك وانت عم تعمل انت اكاديميكي انت علمي اكيد وهاي انت عم تعملها بمجهودك ما حدا بيقدر اشتك وقدر يكون يخلي الدولة غنية اكيد وهاي ما في حدا يقدر يأثر عليك فيها انت صاحب هالعلم يجو بيشور لك مدمغك ما فيك انت عمل لحالك كيان بس فتح مجال لحتى يجو ياخدوا هالأمان ويشتغلوا اللي لازم يشتغلوا ويقدوا رسالتهم مثل ما هو لازم المصاري مش هيكل شي لو بعض الناس هي ضعيفة قدام المصاري بس بتكون هذا ضعف انساني اما اغلبية الناس عندها انفوان وعندها محبة لبعض الحمد لله يعني انا الحقيقة بطبيعتي متفائل مش كل المتفائلين ما بعرف لازم لأ انا بشوف زملائي من بقية المستشفيات كلهم عم يناضلوا مثلي يعني تفاؤلك لازم هاك نهتدي فيه ونتبعه لان احنا عن جد بحاجة لتفاؤل بهيك اوقات مليانة سودوية حوالينا مزبوط متطمن لبكرة ولا بتحط ايدك عقلبك لا ولا مرة بحط ايدي عقلبك لان انا انا عم بعمل ضميري بالحياة وماشي متل ما هو لازم مع محبة وزع محبة حوالي والناس اكيد بتعطيك غير محبة يعني اذا انا مبسوط وعندي ساتسفاكشون وبرسوناج وبدي بعد اكتب نك مشان هيك ما بخاف من شي يعني اذا انا مرتاح جوانيا طبعا في صعوبات ما انت بدك تحارب هذه الصعوبات بدك تطلع منهم بتحاول قد ما فيك ما قدرت كن عملت واجباتك تقوله خلاص طب دكتور هكت تنختمها هكت بشوية لايت طبعا عندكم روبوتيات وانتوا عم تشتغل عليهم فيكن تعملنا شي لها السياسيين نحط روبو حده ونصير نحن عن بعد شوية نتحكم فيه بركب تشير فيه شوية ضمير شوية شغل نظيف ما فيك ما فيك ما فيك عليهم ما بحين عليهم فيك عليهم اول شي نحن عنا روبو واحد واكيد الوحيد بالشر الأوسط بالجنراسيون طبعه يعني اجدد واحد بس روبو مع السياسي روبو بفكلك روبو ينزع ينزع حتى نوع منحكي هيك ده المزح اكيد هاي صورة سانس فيجورية يعني بس يمكن هن مش هن مش يمكن هن اكيد اساس مشاكلنا كلنا صاح ونحنا ياريت بعيد عنه انحنا عم نكون احصن واحصن دايما يعني يعني بتمنى أنا طبعا ما بحب كتير تعطى بهالسياسي بالمشاكل بحب حل المشاكل معي ومع بعلاقتي مع الكل بمحبة واكيد اللي عم بعمله هو لمصلحة الكل طبعا ما حدا بيقول لي لا مشانيك أنا متفائل وبكتير اشي خبرتنا اياها اليوم صرنا متفائلين اكتر وعطول منحب نعرف انه بهذا القطاع القطاع الطبي نحنا بعدنا رواد بالمنطقة ودايما منخاف نكون نحنا صرنا هيك عم ننزل بالمرتبة ونكون ما حدا عم بيشوفنا على امل انه يصير في شوية استقرار وامن وامان تيرجع هالبلد يقول دايما انه أنا موجود هون بقدر قل لك انه بكرة قول في امان بقل لك بعد بكرة لبنان الطبي رجع اخد مركزه بالشرى الاوسط 24 ساعة بس اي قدشنا بضيات كتير معنا فخور ما تركت اوروبا وجيت لانه فخور بشعبي فخور بالناس اللي حوالي كلهم من دون طواب شوتك فيها عيقصة الطواف ما كتير بقتناع فيها ونحن فخورين كتير بحضرتك تسلم انا فخور بلبنان وبيلبنان نيتي وفخورين بكل طبيب بيحط ضميره بالاول بيحط اخلاقه بالاول صحيح وبيحس بالعسكر اللي عم بيخاطر بحياته بالدرك اللي عم بيخاطر بحياته بيحيل العنصر بهاي الدولة وبيقول اخلاقه ووطنيته قبل كل شي لان احنا بحاجة اكتر واكتر نكون حط بعضنا تنقطع هالأزمة ونصل لمطرح نصير كلنا مناح اكيد نحنا بحاجة لكل شخص انه انه هيداك مش انسان عم يدافع عنه وحضرتك ما بدك اليوم عم بتضوي على شي مهم للبنان كل واحد هو بيدوره عم يعمل لازم يعمل وهيدا واجبات علينا لانه مجتمع ونحنا مجتمع لو مختلط بس مجتمع مديانيس كمان بحب بعضه لو فيه سياسي وهيك بس الاساس المحبة موجودة انا هيك بيعتقدي ونحنا كمان بنشوف هيك لانه كذبة كبيرة هيدا قدام نكره بعضنا لانه المحبة موجودة ونحنا حبيناك كتير بعد هالمقابلة تسلم وهيدا شي متبادل وبدأ تشكرك كتير على وقتك وعلى مجهودك وعلى اخلاقك وعلى تفانيك من اجل هيدا كتبنا فيكون شغل وطني صحيح يعني منهني بعضنا صح كل واحد بالضمان طبعه ومشيك وبنهني هالعسكر اللي واقف كمان متلنا متله بسوي عنده حاطة دم وعاكف يعني هيدا الفرق شكرا كتير دكتور انتوان معلوف ومنتمنى دايما يكون لبنان دايما بالطليعة بالقطاع الطبي انشاء الله ودايما حرام الله يساعدون كمان هالفترة انشاء الله مرحلي وبتمروا انشاء الله على الكل على الكل يا رب تنحنا نكون مناح انشاء الله انتو تضلوا مناح تنحنا نضلوا مناح كلنا تانكيو مسيلة لك ونورت هنا توكس وفيكم تحضروا المقابلة على موقع هنا لبنان وعلى كافة صفحاتنا على موائع التواصل الاجتماعي يوتيوب وتيك توك وانستغرام وتويتر وطس بحاول أخر